سلام الله عليكم أخواتي في اللات من شاء الله تكونوا بألف خير بعد الصلاة والسلام على حبيبنا المحمد عليه أفضل الصلاة والسلام اليوم بإذن الله سيقدم لكم وجبة غداء أو عشاء سهلة وسريعة كرة الكفتة مع الروز مع الأصوذية التومات كي يجي بنين بزاف وطيف الطاجين ما غديش تشبعوا منه على بركة الله ندوز المكونات وطريقة التحضير ما غديش نطول عليكم غدي نحتاجوا الهنايا عندي صدر ديال الدجاج بعد ما حيطي هذك العظام ودوز دفتحانة المهم اللحم مفروم أي كفتة ديال الدجاج نحتاجوا لربعة ديال المطيشات كبارين أو خمسة متوسطين بعد ما دوزتهم في الحكاكة الصغيرة خصلتهم مزيان وحيط لهم ذاك الزريعة وحكيتهم عندي هنا واحد الكيمياء ديال الأروز ممكن تعبره 150 جرام قبل ما تسلقوها وكت تسلقوها في الماء مع شوية ديال الملح وشوية اللي بزار ما تخليوش يعني اللي حتي طيب مزيان ومن بعد كتت تحيد وحتي ستقطر من الماء اللي حبي يضيف حتى البصلة ممكن تضيفون نص بصلة متوسطين مقطع إلى مربعة صغيرة هذي نحتاجوا جوج معالق كبارين ديال زيت الزيتون وشوية ديال بودرة ديال التوم و لما كانتش مطوفرة ممكن تضيفون جوج فوصوم ديال التوم هنيا عندي الففلة حمراء وخضرة مقطعين إلى مربعة صغيرة غين نص فلفلة أو ربع الففلة جوج معالق كبارين ديال الربع قصبر مع قنوس مفرومين وغادي نحتاج هنا واحد الملعقة صغيرة ديال الملح وحتي Team فوق ملعة صغيرة ديال الكوركوم وحتي ملعقة صغيرة ديال الببارين النصف ملعقة صغيرة ديالن البزار هذي سنضيفون الكفته وحتي مختops例えば مأكمة ملعقة كبيرة من الزيت النباتية نضيف الملح والتوابل نضيف الملح والتوابل نضيف الكيمية الربيع نضيف بودرة التوم نضيف الفلفلة نضيف نصف الفلفلة ونصف خضرة مربعات صغيرة معلقة كبيرة الزيت النباتية نخلط العناصر اخوتي هنا لكنا الاختيار ممكن تقوم بأي كفتة متوفرة عندكم كفتة الحم كفتة الدجاج او كفتة السردين نفس المكونات ونفس الطريقة غير السردين تضيف الحمض لكن كما تضيف نفس الطريقة يجيزون بزاف ورائع وسهل في التحضير ونسبب الوقت ونسبب الوقت ونسبب الوقت ونضيف الروز كمية الرز نضيفها حسب الكيمية لنجد الكرة لا نكتر من الرز ونجد الكرة ونضيف كفتة ونضيف كفتة ونضيف كفتة 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 ونضيف الكرة كفتة 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 ونضيف أكثر كفتة 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 رجعت معكم اخواتين بعد مشكلت جميع الكورات حصلت على 10 ديال الكفتة والروز كيف كتجاهدو هنا يا جبت الطاجين اللي غادي نطيبه فيه ان شاء الله هالطاجين اللي في الفيديو السابق اللي قلت لكم يعني لا الطاجين ولا شيته جديد يعني كيف غدتتعاملوا معاه الطريقة ديال الطرقة دياله في الماء والطريقة ديال الدهن دياله والدخول دياله في الفرن اللي بغى هاد المعلومات او هاد الفيديو يتفرج ليه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو غادي نخليكم الله بيتمه او في اخر هاد الفيديو او في كيف كتشوفوا الاشارة اللي كان لفوق هاد الفيديو اه بعد ما يعني ضفت الزيت الزيتون واحد جوج معلق كبارين ضفت هنا يا سوز ديال الطومات وهديك المطيشة اللي حكينا في الحكاكة الصغيرة وضفت الربع وضفت هنا يا الملح والتحميرة وشوي دياللي بزار وشوي ديال الكامون الكيميا دي ما كتبقى حسب ديال الطماطم اللي استعملنا المهم كيف قلت لكم غا تلقاوا المقارين مكتوبين في صندوق الوصف غادي نخلط هاد العناصر مزيان من بعد غادي ناخد الطاجين ديالي ونحطه فوق نار تكون هادئة كيف تكتلكم في الفيديو السابق من نصائح للطاجين باش يبقى لنا اسفر لنا واحد المدة اللي هي طويلة غادي نخلي فوق نار هادئة كيف كتشاهدو هنا يا دبا اخواتي غادي نقطع لهاد سوص ونخلي حتى يسخلنا الطاجين مزيان طلع مع الحرارة وتسخلنا ديال المطيشة ديال الساعة غادي نرجع معاكم باش نضيف كورات ديال الكفتة بعد ما سخلنا اخواتي الطاجين مزيان وحتى للمطيشة دخلتها الحرارة مزيان غادي نضيفه دبا الكورات ديال الكفتة بسم الله هاد الوصفة عندي معتمدة يعني سنين هادي وكتجيزوينا وبنينا كتعجبهم يعني الولادي كتعجبهم مبزف وخبقوا اللي كم دو ادوك الكورات يعني مبعد ما يبردوا ممكن تسخنوهم وددوهم فهكا في صندويتش الاطفل ديالكم غادي نزيد واحد في الحالة باش تزيد بنالي هاد الطاجين وغادي نغطي عليه مبعد نرجع معاكم باذن الله رجعت معاكم اخواتين بعد ما حسيت بانا الكورت ديالي ديال الكفتة طيبين من تحت كيف كتشاهدون كيو اللي ومتماسكين وبيض من الفوق كنا نقلبوهم على وجه الثاني كنا نعطادر منكم اخواتين بشالي المقطع غير قلبتهم على وجه الثاني قدي نخليهم واحد ربع ساعة او حتى العشرين دقيقة على نار تكون مهيلة من بعد نرجع معاكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكورت ديالي ديال الكفتة بسم الله هنا يا اخواتي الكفتة ديالنا طابت مزيان او الكورت ديال الكفتة واحتدي كلاسوس عقادة وكتجي بنينة تمنى ان شاء الله ينال اعجاب ديالكم او تنال اعجاب ديالكم هاد الوصفة اللي قدمت لكم اليوم ان شاء الله وكيف كتشاهدوا راني تفيت النار لكن تبارك الله كيف معروف على الطاجين المغربي كي يشد السخون اياه ونتمنى تبارك تجيوا مع الاحباب ومع الصديقة ديالكم باش تعم الفائدة ان شاء الله بسم الله سنقسم لكم واحدة باش تشوفوها من الداخل كيف كتجي واحنا كنقدمه هكك يعني مباشرة من الطاجين كنقدمه لعائلتنا وهو يعني الطاجين يكون سخون هكك من رصوك تكون سخونة غير ناحية لكم هاد الوحدة باش تشوفوها من الداخل وكنشكركم عن المتابعة اخواتي الى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله وحفظه